أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند أعتقد خلال الساعات الأخيرة تريند تريند على السوشيال ميديا حديث أو حديث الإعلام المنافس عن الحالات التحكمية في بعض المباريات الأخيرة بالنسبة لي مباريات الأهل وعشان سبحان الله الأمر واضح لكل السادة المشاهدين عشان تعرفوا أنه هو سكريبت أيا كانت الأخطاء اللي بتحصل في المباريات يمكن الأهل يمكن أكتر نادي تعرض لظلم تحكيمي خلال السنة دي وتحديداً آخر ثلاث مباريات في الدوري أخطاء تحكمية واضحة وضوح الشمس ولكن عشان فيه سكريبت إنك دايماً تتهم لجنة الحكام بمجاملة الأهل اتقالت معلومات غلط ما هو اللي بيكلم لا تفرج ولا شاف هو تقاله قول كده فقال كده اتقاله إيه؟ الحكم بيجامل الأهل حسب سبع دقيقة وقت بدل ضايع كسب في الدقيقة الأخيرة بضرب الجزاء هو الموضوع والله ممكن يكون مضحك يعني الموضوع فعلاً ممكن يكون مضحك وشر البلية ما يضحك ولكن خذوا الموضوع بجد المراضي يعني بجد المراضي الموضوع مش محتاج دحك أو هزار لأ بجد ليه بقى؟ الهدف إن المنافس وإعلامه دايماً يكلمك في إطار إنك بتتجامل من الحكام وإن يفضل دايماً عامل ضغط على الحكام في كل المباريات وده إطار اشتغلوا عليه خلال السنوات الأخيرة بس المراضي خلاص بقى يعني الموضوع أكيد هيقلش منك قالش يتمنك إزاي؟ إنك اتهمت الحكام وطالبته بإحالته للتحقيق نتيجة احتسابه وضرب الجزاء في الدقيقة الأخيرة قدر الأهل يكسب بيها فارقه في برج العرب أنا عمل أستعرض المطش مفيش شوت الأول مفيش ضرب الجزاء شوت التاني مفيش ضرب الجزاء بعد المطش ما خلص سألت يمكن الحكام حسب ضرب الجزاء لما دخل قدت اللبس مفيش ضرب الجزاء إيه يا جماعة عمل ضرب الجزاء جات فيه مفيش ضرب الجزاء بس هي الفكرة أضغط على الحكام أصور لكل الناس اللي بيتتبعنا إن الأهل بيكسب بالتحكيم رغم إن الآخر ثلاث مباريات مطش المحلة محمد الحنفي ومحمود بسيوني أخطاء يعني مش هقول لكم فاضحة ده أخطاء فجة ضرب الجزاء ما تحسبتش طرد بعد ضرب أكرم توفيق لم يحتسب الفارد دخل في لقبة غرط عشان يطرد محمد الشناوي وما حصلش وده كلام ماركك لاتنبج اللي جاي في الكلام عليه دلوقتي ده دي مطش المحلة روح مطش فيوتشر أمين عمر وسيد شعبان ودايما كده في مباراة الآلي بحس إن اللي بيعين حكام الفي آر في مباراة الآلي عايز يحط حكام صغيرين للحكم الدولة اللي بيدير مباراة الآلي عشان يعمل أزمة اتقررت قوي مع أمين عمر حوالي مطشين تلاتة مرة عمري شناوي مرة سيد شعبان مرة حسام عزب القرار الكتير يمكن أمين عمر من الحكام دايما اللي بتلاقي في مباراة الآلي مع حكام قليل الخبرة في غرفة الـ VR مرة محمد سلام يدو ضيع على الآلي تلات نقط قبل كده في مباراة البنك الآلي نتيجة إنه بقولك استأنف اللعبة غلط أو استأنف القرى غلط بيحصل يعني حاجات غلط جدا مع مباراة الآلي أدي مباراة في يوتشر كمان كان فيه ضرب الجزاء لعالم علول وكان فيه ضرب الجزاء لشاد حسين لعبتين في لعبة واحدة ما تحسبتش كان فيه كارتة أحمر للاعب تاني في فيوتشر ما حصلتش ولما جيت الحالات التحكمية للماركت لتنبرجي نقشها عمل نفسه مش شايف وما قالش لأنه عصد ما تتركش على المطش اللي بيقطع له الحالات يداله الحالات اللي حصلت في المباراة وتغادى عن الكلام ده أدي المباراة الثانية